نشرة الأخبار على الحياة فهم المستشفى الجامع الهدي الشاكر ورشة عمل تكوينية وتطبيقية حول علاج الأوعية التاجية باستغلال جهاز إزالة التصلب الكلسية ووزارة التشارات جلسة عمل للنظر في تقدم إنجاز مشروعي وحدة تثمين النفايات العضوية ومركب بيوت التبريد بالسوق ببير القصعة أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح عالمي له أثناء حفل الافتتاح الرسمي المركز العالمي الخاص بالانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 22 و2000 بأن نسبة الناخبين التونسين فقطت 9 ملايين ناخب وذلك اليوم لمرة وبين بوعسكر أنهم يمثلون التونسين الذين بلغوا سنة تصويت أي 18 سنة مؤكدا أنه تم تسجيل ربع الناخبين أليا ضمان لمشاركة واسعة للتونسيات وتونسين ويتوزع المسجلون على 50.8% نساء و49.8% للرجال انتظمت يومي الثلاثة والاربعاء 13 و14 من ديسمبر الجاري بقسم أمراض القلب وعشرين بالمستشفى الجامعي الهدي شاكر بولاية السفاقس ورشة عمل تكوينية وتطبيقية حول علاج لوعية تاجية باستغلال شهاز إزالة التصلب الكلسية وسيمكنوا اعتماد هذه الآلة الحديثة والأولى من نوعها في تونس من الارتقاء بجودة الخدمات المزدد لمرض القلب وشرين التقى رئيس الجمهورية قيسي سعيد يوم الاربعاء 14 من ديسمبر الجاري بواشنطن بالسيناتور الديمقراطية رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية ونائبه ومثل هذا الإقام مناسبة بينا من خلال رئيس الجمهورية مجددا حقيقة الأوضاع في تونس على خلاف ما يعمد على بثه البعض من صورة مشوية تسيئل تونس ولخيارات شعبها الذي عبر عنها منذ شهر جوليا الماضية وفق نص البيان الصادر اليوم عن رئاسة الجمهورية وبين رئيس الجمهورية أذكر بالخطوات التي تم قطعها بدعم شعبي واسع وأشار إلى أن تونس مقبل على تنظيم انتخابات تشريعية في احترام تام لموعدها وبين سعيد أن تونس متمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني مع انفتاحها على الحوار والتشاور مع الشركاء والأصدقاء في طار الاحترام المتبادل وهي أيضا متشبثة بقيم ومبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتقاسمها مع شعوب العالم جد مساء يوم الخميس الخامس عشر من ديسمبر الجاري حادث مرور بالطريقة الجهوية عدد مائة وثلاث وعشرين الرابط بين معتمدية قفسة ومعتمدية المضيلة تمثلت في استدامة ثلاث سيارات من بينهم سيارة وجر الواج وأصفر عن إصابة 11 مصابة أو شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة حيث تمكنت الحماية المدنية من نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بمضيلة والمستشفى الجهوي لحسين بوزيان بولاية قفسة أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصديرات فضيل الرابحي بن حمزة صباح يوم الخميس الخامس عشر من ديسمبر الجاري على جلسة عمل خصصة للنظر في تقدم ناسق جزي مشروعي وحدة تثمين النفايات العضوية ومركب يوت التبريد بسوق ذات المصلحة الوطنية للخضر والغلال ببير القصعة وذلك بحضور المتصرف المفوض للشركة وعددا من إطاراتها أشرف أمالك الزاهي وزير الشون الاجتماعية بعد ظهر الخميس على افتتاح مقاري صندوق الوطن للتأمين عن مرض تونس واحد وذلك إثر إعادة تهيئته تبعا للحريق الذي شبه به مؤخرا تم بعد ظهر يوم الخميس الخمس عشر من ديسمبر الجاري اختتام واشغال اللجنة القطاعية لمشتركة تونسية الجزائرية في مجال العمل والعلاقات المهنية المنعقدة بالتونس في الفترة الممتدة بين يومي ثلاث عشر وخمس عشر من ديسمبر الجاري وذلك بالتوقيع على محظر اجتماع هذه اللجنة قبل من قبل حياة بن سماعي رئيس الهيئة العامة للشغلة وتضمن محظر اجتماع جملة من أنشطة التي سيتم تنفيذها خلال السنة المقبلة في مجالات تفقد الشغل والحوار الاجتماعي والصحة والسلام المهنية والتكوين والدراسات بين البلدين وفي العالم قرر قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس منح البوسنة والهرسكس فتدولة مرشحة لنيل عضوية الاتحاد وهي الخطوة الأولى في مسار طويل ومعاقد لنيل العضوية يتطلب موافق الدول التكتل الأوروبية بالإجمع نهاية النشر الإخبارية وهذا التذكير بيبرز ما جاء فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد وأكد بأن تونس متمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها الوطنية قفس حادث مرور يصفر عن إصابة 11 شخصا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق عسكر يؤكد بين نسبة التونسيين الناخبين يفوق التسعة ملايين ناخبة المستشفى الجامعي الهدي الشاكر بولاية اسفاقس ورشت عمل تكوينية وتطبيقية حول علاج لوعيات تاجية باستغلال جهاز إزالة التصلب الكلسية وقادة الاتحاد الأوروبي يقررون منح البوسنة والهرسك سفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي نهاية الناشرة الأخبارية قدمها لكم نصر الدين أحميدة تصبحون على خير